اشتركوا في القناة فهنا الامام الحسن رأى انه ليس من مصلحة الدين الاستمرار في القتال هاي مسألة كثير تساءلون انه لماذا الامام الحسن لم يقاتل حتى يقتل كما صنع الامام الحسين عليه الصلاة والسلام نقول هذا العمل صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول في يوم الحديبية صالح المشركين مصالحة على ان تكون هدنة بين المسلمين والمشركين عشر سنوات معنى هذه المصالحة شنو كان بقاء الكعبة المشرفة بيد المشركين بقاء الاصنام منصوبة في الكعبة بقاء حرم الله سبحانه وتعالى بيد المشركين وفي مواد الصلح امور غريبة حتى ان بعض المنافقين او بعض المسلمين اعتراضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة بنود المصالحة انه اذا واحد من المسلمين ارتد رجع الى مكة خلاص يبقى في مكة اما اذا واحد من المشركين خرج من مكة الى المدينة واسلم المشركون في مكة يطالبون بارجاعه يرجعوا الى مكة الرسول صالح المشركين على ذلك لماذا؟ لان كان في ذلك مصلحة للإسلام وبالفعل ظهرت هذه المصلحة بعد ذلك الآية هم نزلت انا فتحنا لك فتحا مبينا هذه كانت من بركات صلح الحديبية صار امان الرسول بلغ وبعد ذلك المشركون نقضوا المصالحة فالرسول فتح مكة بعد عام او بعد عامين بعد عامين من دون قتال في الحديبية الرسول اذا كان يقاتل المشركين كانت هناك مقتلة عظيمة ولا يعلم ما يقول الامر اليه هل كبادر حيث انتصر المسلمون او كأحد حيث انهزم المسلمون لكن ببركة هذه المصالحة فتحت مكة بعد ذلك بسنتين بدون اراقة الدماء واهل مكة دخلوا في الاسلام صلح الرسول معهم ولو كان يقتضي بقاء الكعبة بيد المشركين وبقاء الاصنام منصوبة في الكعبة لكن كان بمصلحة الدين ولذا بعد سنتين فتح الرسول مكة لما نقضوا العهد وكسر اصنامهم ودخلوا في دين الله وكان الفتح المبين إنا فتحنا لك فتحا مبين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فلذلك الأئمة يعملون حسب مصلحة الإسلام وما يريده الله سبحانه وتعالى زين فإذن أمير المؤمنين والإمام الحسان والإمام الحسين كانوا يمتثلون لأمر الله الإمام الحسان نهض بالأمر أشهر ثم لما كانت مصلحة الإسلام في المهادنة في الصلح صالح معاوية المعاوية كان عنده تخطيط غريب كان يريد أن يأسر الإمام الحسن ما كان يريد يقتله اشترى أصحابه أو بعضا من أصحابه حتى مثلا عبيد الله بن عباس هذا اشتراه بأموال طائلة فتركه وتركه 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 كثير من الناس كان يريد أن تقع مقاتلة ويأسر الإمام الحسن ثم يطلق سراحه يقول هذا مقابل ذاك اليوم اللي الرسول صلى الله عليه وآله في يوم فتح يوم فتح مكة قال المشركين اذهبوا فأنتم اطلقا فمعاوية يجي يقول كما أنه أطلقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأطلق أبا سفيان وأطلق بني أمي وأطلق فلان وفلان يوم فتح مكة نحن أيضا أطلقنا الحسن وأطلقنا الحسين وأطلقنا فلان كذا يوم بيوم وخلاص الأمر ينتهي فلذلك الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام حفاظا لمصلحة الدين ولإيمان المؤمنين صالح والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد الإمام الحسن كان على نفس المصالحة إلى أن مات معاوية وبعد ذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رأى أن مصلحة الدين بأمر من الله سبحانه وتعالى أن ينهض ولو أنه يقتل اشتركوا في القناة